معمودية في المسيحية بيقول الكتاب فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد القاب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة وخد بالك مع المسيح صلبت لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فيا إن كان أحد كان واحد قد ماد لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا ليعيش الأحيا فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم فأنا عايز أقول أن المسيحية مختلفة ما فيش بقى نوائد للمعمودية ما فيش مش عارفة إيه أنا بقى الإنسان اللي بيعرف المسيح كان الكبار بيروحوا يتعمدوا في كنيسة الأولى وأنا شخصيا وأنا كبيرة رحت تتعمدت تعمدت أعلنت شهادة حية شهادة يعني دفنة مثل ما ذكرت من روميا ستة عملية دفن لكي يقوم ويسلك في الحياة الجديدة فهذا إعلان هذه الشهادة وكتير ناس بعد المعمودية بواجه الاضطهاد الشرس لأنه بيعتبروه خلاص مسيحي طبعا لأنه كده هوت أعلن أمام الناس أنه هو مسيحي بس أنا عايز أقول نقطة يكون آمن بالأول أنه صار مؤمن بالمسيح وغفرت خطياء وإله حياة أبدية بس المعمودية يعني بقول لا أنا خلاص حسمت الأمر أنا بشهد أمام الملاء أمام السماء أمام الأرض أمام البشر أمام الكل أنا مؤمن في المسيح وخطياء مغفورة بالزبط وعشان كده المعمودية لها معنى معنى روحي مش ترديد شهادة وخلاص وهو ده الفرق ما بين الاتنين أما هو بيقدم لي شهادتين في الإسلام ويقابلهم في المسيحية المعمودية المعمودية هي إعلان إعلان إن أنا بموت فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات أنا بدفن مع المسيح وبعلن إن أنا موت معاه وموت عن أهوائي وشهواتي وزنوبي وخطياء وقبلت إن أنا أعيش معاه فبقوم معاه فكما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة حياتي بتبقى جديدة ومختلفة يعني أنا بعمل عمل ليه معنى ليه قيمة وانت ذكرت الآية من رسالة غلاط يصحح 2 والآية 20 مع المسيح صلبته يعني في موت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي فالمسيح هو اللي بيحيا فيه